السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة سنة تانية عدادة هنكمل مع بعض النهار ده كده جزء من حل المحافظات آآ حلينا الفيديو اللي فات لغاية الامتحان السادس هنكمل في الامتحان السابع صفحة مية تمانية وتسعين نبدأ بقراءة دوكيمو كده سريعا جمعة بل زياد اسمي زياد جي تغيزان عندي 13 سنة جنبو كو بسيمي فكون سدتي على كمباني وحب كثيرا اقضي اجازاتي الصيفية في الريف جي في اندري بازهب بالقطار جي في افك ما فامي بازهب مع علتي جا دوغ بكو الفوتبول اعشق كثيرا كرة القدم جلوب غاتيك انا بمارسها لكرة القدم افك مي كوزان مع اولاد عمي لما تافي الصباح جي في دو فيلو بمي بركب درقا افيك من فغير وبعدين ما جراند سيغ مي كو تيدو لاموزيك اختي كبيرة بتحب تستمع على الموسيقى على كمباني في الريف لطن يبو الجو رائع طيب اول سؤال هنا فيش وزي سودو كيمو ايه الوثيقة دي اولاد ان لا تغضا غطوب لا طيب انديالوج محادسة لا يبقى ان تكست نص طيب زياد هتبقى على كمباني زياد بيحب يقضي الاجازة في الريف اهي على كمباني على كمباني الفي الفي دي يقصد مياه من التقس هي الفي ديت وحيجي بعدها حار بارد يبقى التقس يبقى التقس كان رائع فيه في الكمباني لو في الريف طيب زياد زياد بيذهب الى الريف مع مين مع ايلته يبقى فيك ما فاميه زي ما قال هنا طيب لوس بغ بغي في غير دو زياد سي لو فوتبول كرة الرياضة المفضلة بالنسبة له كانت لو فوتبول كرة القرية سؤال في غير فو زياد بليو جراند كو سا سر زياد اكبر من اخته غلط لانه هو بتكلم قال ايه اختي الكبيرة تمام كده يبقى هو بتكلم قال اخت الكبيرة يبقى هو الاصغر طيب لوس وغ زياد في دو في لو في المساء زياد بيركب دراجة طبعا غلط لانه كان بيركبها امتى ولا يد في الصباح يبقى فو لا سور دو زياد ندوغ با لا موزيك اخت زياد لا تعشق الموسيقى طبعا فو لانه قالك بتحب تعشق بتحب تسمع الايه الموسيقى صفحة اللي بعدها مية تسعة وتسية اه طبع الوثيقة لسه ياولاد هنا بقول لي زياد باسلي فاكنزو ديفيغ على كامبان زياد بيقضي الاجازة الشتوية في الريف طبعا فو لانه بيقضي الاجازة الايه الصيفية طب زياد ايه اوني ليفس بوغتيف زياد تلميذ او طالب رياضي صح لانه بيحب يمارس ايه كرة القلب اسئلة السوتيازيون اشوف مين اللي بيبدأ ومين اللي بيرد انت هنا اللي بتسأل صديقك عن رياضة المفضلة فانت حتقول اه فانت اللي حتسأل وتقول هتقول له كالسبوغ بغفاغتو اي رياضة انت تفضل نوميرو دو تتماند اتونمي او الفاب بوغ باسلي فاكنز الدي انت هنا اللي بتسأل صديقك اين اين هو يذهب لقضاء او اين سوف يقضي الايه الاجازة الدي هو حيقول انت سألت خلاص بس هو اللي حيجاوب يقول يعني انا بقضي الاجازة فين في الجبال او في الجبل انت بتقارن الطائرة والسيارة فانت حتقول هتقارنهم تقولي بقى يبقى لازم يكون في صيغة مقارنة الطائرة اسرع من السيارة هنا صديقك اللي بيسألك عن سنك تدي فانت حتقول انت لحتجاوب هتقول جيت غيزان انت تقال 13 سنة انت تريد ان تسافر او انت مسافر يعني الى الاقصر في القطار فانت حتذهب الى ايه مدام القطار يبقى الاجاغ الاجاغ بس محطة القطار فقط لكن محطة البساط طيب علي في هتبقى طيب ليه اخترنا دولا عشان بياخد ادوات تكزي وما تنساش ان السباح الرياضة الوحيدة اللي مؤنسة عندك في المناجية ورياضة البوكس طيب ما نختار لا لا دي مع الافعال الاربع اللي بيحبوا ايه ادوات المناجية اللي هما افعال المشاعر هتكون ليه اخترنا القطار وسيلة مغلقة بنركب جواها يبقى نقفل باب على شكل او باب على شكل اين لكن لو مواصلة مفتوحة هنختار الاجاغ الفستان بيكون هنا عايزنا حط صفة الفستان مؤنس يبقى روح على شاغ للمؤنس طيب ما دام هنا جايب لأو حلو السؤال ده خطير انا حب الاسئلة دي انتم بتحبوهاش صح طيب هنختار هنا جو لان جو اللي كان بياخد القو والقالا لكن بياخد ادوات معرفة وفيغ بياخد ادوات تجزئة زي اول سؤال زي اول سؤال حلنا هنا طيب هنا سي اون سي بييجي بعدها لم بار في يبقى سي اون اللي طيب ايه الفيشو الجو حارس بس لا فونيت هتبقى اوف سؤال ده برضو جميل جدا افتح النافذة دي سيغة امر علامة التعجب هو يبقى اختار انه اوفغي فيه هنختار اوفغي اللي من غير الاس لان الفيرب ده بالرغم انه ما كانش مجموعة اولى بس ركزلي في اوفغي و اوفغير مش مجموعة اولى بس بيعامل معاملة المجموعة الاولى في النهايات تمام فحنحزف منه الاسم مع ضمير سبوغ كلمة مذكر تاخد كل المفرد المذكر اي رياضة انت تفضل هتبقى كي ليه اخترت كي معناها ايه معناها من الذي يحب الذهاب الى الريف لكن من فلنش اختار كي دي اباستروف دي هتطالي لخبطني فيها ولا ينفع اين اين ازاي والمكان موجود يبقى كي من علامتها المميزة جدا انه بيجي بعدها زي هو بالزبط تمارس رياضة السباحة لكن منفعش ميزة ولا ينفع اي في الصيف الجو حار طيب عندك اي اجابة في الاجازة نحن نزب الى انا هقول ممكن تقول ممكن تقول انا هكتب الى الريف وعلى فكرة ممكن تقول الوكاغ صح اه تحط حرف جر اهم حاجة بعد اقليه وتكتب المكان كمبانيا مؤنس حطيت الا كرياضة حطت اي رياضة باي اداة لا انت هتحط اي رياضة بس مش باي اداة هحط اداة تجزئة اللي بتبدأ باي 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 اعشق حرف دي وتحط رياضة انا حطت رياضة مذكر زي تينيس بريفيري هنحنكون جملة هتبقى جو بريفير هنا دفر بمجموعة اولى عادي خالص جو بريفير ها لو فوتبول اي ده يعني محطش اي اداة تانية لا عندك بريفير بيحب مين ادوات المعرفة وما تنساش الاكسان ماشي وحطينا هنا لان الامتحان اللي بعده صفحة ميتين اللي هو محافظة سوهاج الدوكمو هنا بقولي اجازات الصيفية هتبدأ بعد الامتحانات وكو دو فميل كسير من العائلات بريفير اللي او بوردو المغ يفضلون الذهاب الى شاطئ البحر شاكني كل عام كل سنة والدي سامي يقضون الاجازات في مكان مختلف ستنة السنة دي بقى هذا العام اللي هو دان زان فيلاج دوستيك ذهبونا الى مدينة سيحية بورسعيد بور دو سمين لمدة اسبوهين لابا هناك الفيبو غوغمي اللي زانفا بو فر دو سبوغ الاطفال اللي يستطيعون ان يمارسوا الرياضة اللي يأسي ان سينيما يوجد ايضا سينيما ويبسين لما تف الصباح سامي فا الابلاج افك سيزامي بور نجيب يذهب الى البلاج لكي يسبح مع اصدقاؤه لابريمي دي بعد دور سامي سامي واخته الكبيرة عولا اسمها اهو فوق سينيما يذهبون الى السينيما لوسوغ في المساء في المساء العيلة دي تتناول العشفين في مطا ركزوا معايا حلوين اول حاجة عندي هنا بقول لي لابريدو سامي عيلة سامي باس لفاقانس هيقضوا الاجازة فين يبقى وبوردو الماغ على شاطئ البحر تمام وخلي بالك هنا هنا بتكلم عن ايه بيتكلم انه هما كمان رايحين فين مدينة بورسعي السنة دي وحيقضوها على شاطئ البحر كل سنة لكن السنة دي اختاروا بورسعي خلوا بالكم من التكة دي طيب سامي سامي بيروح البلاج مع مين يبقى فكسافا مين مع عيلته لانه قالك عيلة سامي طيب سامي سامي بيكون ايه اكبر ولا اصغر من علا يبقى مواء ليه اخترت مواء لانه قالك اخته كبيرة علا يبقى هو هو اللي بيكون مواء هو الاصغر صغة المقارنة يا ولاد لما بتتحط هنا بتعود على الطرف الاولاني شايفيني بشاور فين على الطرف الاولاني طيب بعد كده يعني الكلام ده حيقض 14 يوم لكنه قالك حيقض اسبوعين ايه اسبوعين باربعتاشر يوم لا هو اسبوع ولا هو شهر شكا انه كل عام عيلة سامي بتقضي الاجازة في فبر سعيد لا احيقى السنة دي بس حيقضوها في بورسعيد لكن هما كل سنة بقول لك في مكان مختلف بيغيروا الأماكن بس السنة دي اللي كانت في بورسعيد فهو بقول لك كل سنة مش السنة دي طيب سؤال في غير وفو في الأجازة الجو كويس في بورسعيد في غير صح هو ذكر كده فوق في الدوكيمون طبعا فوق بقول لك سامي بيروح السنة لوحده سيل دي بتيجي كتير في الدوكيمون يا ولاد بمفرده بعد الظهر إلى السنة لأ لأنه قالت بيروح مع مين بيروح مع أخته طيب نمرو تغوالو سواغ في المساء العيلة دي بتتعشب بالليل في البيت لأ بيتعشوا فين سامي سامي بيقضي الأجازة في مدينة سياحية أيوة هو السنة دي هيقضيها في مدينة سياحية ما فيش بيسين في الفيلاج ده في الشاطئ ده خلينا تأكد بس أنا فاكرا أنه كان قال فيه أو لا طبعا موجودة هو كان قال فيه سينة ما فيه بيسينة بقى اللي جابها دي فوق خلي بالك وبجبها لك بالنفي لا يوجد لا هي غلط لأنه بيوجد طيب تو دي موند أعطونا من أسئلة السوتياشيو يا أولاد أنت هنا اللي بتسأل صديقك لليو دي فاقانس الدي تمام يبقى هنا بيقولك أنت بتسأل صديقك عن مكان الأجازة ماشي الدي هو اللي حيجاوب بيقول هيقولك يبقى هيقولك أنا بزهب إلى البحر لكن لا هيقولك أنا بحب الأجازة ولا هيقولك أين أنت تقضي خلي بالك أنت اللي سألته هو اللي بيجاوب طيب أنت تريد أن تشرب الماء أنت تقول إلى والدتك هتقول لها أنا عطشان جدا طيب أنت تقترح من غير ما شوف هدور على سي بس لازم أقرأ الموقف طبعا أنت تقترح فكرة على أصدقائك فأنت حتقول سي أن سبغو مني سوغلو كورنيش إيه رأيكو لو نتفسح على الكورنيش يبقى بتقترح هتقترح دايما بسي ماذا لو أو ما رأي طبوتي فغير تدمان سكيل فو بو فيغلوناتسيون تدي يعني أخوك الصغير بيطلب منك أو بيسألك ماذا يلزم لممارسة السباحة فأنت حتجاوب بتقول إيه لي بيلزم للسباحة يا أولادي بقى أما يودب اللي هو زي السباحة خلصنا صفحة 200 نكمل 200 واحد بعد أنت خلصت خلص بعد أنت تناول واجبة في المطعم أنت حتقول للجرسون هتقول له حساب من فضلك شوزي أنا بقول لي الطائرة بتكون ايه بالنسبة للعربية أو السيارة بتكون أكثر سرعة أسوان ستغوف هتكون للأقليم يا أولاد قطي جيبت لها مصر العليا والأي أقليم في مصر بياخد حرف الجر طيب جو سويت غزت أنا حزين ما ميغ ايه ماما بتكون عايز نحط صفة مناسبة حط فاتسيو جوف المفرد المؤنس حشان ما ميغ طيب هتبقى أين أين أنت سوف تقضي الأجازة هتبقى ك كسك أقصد كسك بمعنى ماذا يفعل الحكم الحكم بيعمل إيه بينظم بيدير المباراة طيب تفقى لكل وبعدين يبقى كوما كيف لإن هنا أنا قلت له المواصلة على رجلي أسئلت المشجعون هتقون انكوراج انكوراج لي مين بقى الجوار هاولوا تحفظوا الجملة دي عشان في جمل كده بتكون ملهج تانية يبقى المشجعون هنقول إيه أو المتفرجون يشجعون اللاعبين طيب طيب أنا أذهب إلى الريف بوغ هنقول بوغ بسي لي لكي أقضي الأجازة ما تنساش إن الأجازة كلمة جام طيب كوم المويد تغانس بوغ كوسيرة مواصلات هقول مثلا جو بغا لو تاكسي أنا بركب التاكسي طيب عايزني أكون الجملة هنا يبقى حنقول إل فو ما يود با يعني يا ولاد زي السباح يبقى إلفو حاختصر بس وقت الكتابة حكتب الكلمة دي زي ما هي بيلزم ما عليش نحط أداة النقرة لازم نكتب أما يود با كتبت الكلمة بوغ فير بوغ بييجي بعدها الفعل في المصدر بوغ فير دو لا ناتاسيون بيلزم ما يو سباحة لممارسة السباحة وما تنساش بعد فير هتحط دو لعشان ناتاسيون مؤنس سبور بريفيري هتبقى جو بريفير لسبور ربنا يسر أمور حاول أخلص بقى المحافظات أتمنى لكم التوفيق جميعا أولوك ومحسبوكو يوري وار